قبل ما أبتدي في الحديث اسمحوا لي أن أقرأ بعض الآيات من الكتاب المقدس من كلمة الله رح أقرأ من رسالة بولوس الرسول إلى أهل روميا أو لكنيسة روميا الإصحاح الثالث عشر ورح أبتدي من آية إحدى عشر مكتوب هذا وإنكم عارفون الوقت أنها الآن ساعة لنستيقظ من النوم فإن خلاصنا الآن أقرب من مكان حين آمنا قد تناهى الليل وتقارب النهار فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور لنسلك بلياقة كما في النهار لا بالبطر والسكر لا بالمضاجع والعهر لا بالخصام والحسد بل إلبس الرب يسوع المسيح ولا تصنع تدبيراً للجسد لأجل الشهوات أحبائي هذه الكلمات في غاية الأهمية بولوس الرسول بيكتب واحدة من أروع الرسائل في العهد الجديد هي الرسالة إلى كنيسة روميا وبيبتد في هذه الرسالة بيتحدث عن الاستاتوش طبع الناس سواء يهود أو أمم وباختصار بيتكلم أن الجميع واقع تحت قصاص الله ولكن من ناحية أخرى بيركز على موضوع التبرير بالإيمان فالرسول بولوس عم بيتكلم عن الأساسيات الإيمانية والعقائد الرسمية الرسمية أو الأساسية اللاهوتية اللي بيتكلم عنها في هذه الرسالة مثل موضوع التبرير بالإيمان عقيدة التبني الاختيار عقيدة الخلاص عقيدة التقديس وطبعا يعني بتشوف الفداء وهكذا يعني موضوعات كثيرة موضوعات اللاهوتية بيوصل إلى أصحاح 12 بيتكلم عن شيء عملي مهم جدا إنه أوكي إذا احنا تعلمنا كل المواضيع اللاهوتية اللي بتساعدنا إنه نفهم الأساسيات الإيمانية حتى نحمي أنفسنا من أي تعليم أو رياح تعليم مقضلة تحمينا من الهرطقات وتعتبر الحق المستقيم أمام كل ضلال أو كل تزييف ولكن بصحة 12 بيتكلم عن التطبيق العملي بيقول في الآية الأولى والتانية فأطلب إليكم أيها الإخوة برأفة الله أن تقدم أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية ولا تشاكلوا هذا الدهر بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة وبيتكلم عن تعليم عملية تطبيقية في حياة الكنيسة وفي حياة المؤمنين ولكن عندما يصل إلى أسحاح 13 وكأنه بيجمع كل التعليم في أيتين أو في ثلاثة يقول هذا وإنكم عارفون الوقت أنها الآن ساعة لنستيقظ من النوم فإن خلاصنا الآن أقرب من مكان حين آمنا طبعا هو تعامل مع القضايا الأساسية المهمة في حياة المؤمنين فتعامل مع عقيدة التبرير بالإيمان وتعامل مع عقيدة الخلاص والعقيدة التبني والتجديد وهكذا كل الأساسيات ولكن هون بيقول فإن خلاصنا الآن أقرب من مكان حين آمنا بيتكلم عن أنه الساعة عم بالضوق الساعات الأخيرة وأنه كل عجلة الزمان عم تكتمل لمجيء المسيح ثانية وبما أنه الرب يسوع جاي في أي لحظة وفي أي وقت فبيتكلم هون لاحظ في شيء مهم جدا لا يتكلم عن كيفية المجيء فكلنا كمسيحيون نؤمن بالمجيء الثاني أنه الرب يسوع جاي وجاي عن قريب وهذا متفق عليه بين كل الكنائس المسيحية ولكن الاختلاف هو كيفية المجيء وطبعا إحنا ممكن لأنه إحنا بنتعامل مع عقيدة الإسكتولوجي عقيدة الأخرويات أو آخر الأيام الزمان الأخير بالنهاية لا أحد يعلم التوقيت بالضبط ولكن اللي منعرفه أنه لازم أن نكون مستعدين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر